مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اللقاء جديد ومباشر على الإضاءة القريبة منكم مدغجو برنامجكم الحل بنيدك تحية طيبة وخالصة لكل أوفيئ اللي كيتابعونا ودائما بتواصل مباشر معنا كنتم نوليكم بداية أسبوع موفقة نتمنى لكم تكونوا كتستمتعوا بوقتكم معنا بطبيعة الحل أوفيئنا وتكونوا أيضا كتستفدوا معنا وكشكركم كالعادة ودائما على تقتكم الكبيرة وعلى تفاعلكم الدائم مع البرنامج هو خطاب والله من القلب وأكيد أنه كنكونوا سعادة من ليك يوصل القلب فتحية خالصة لكل أوفيئنا الكرام والكل مستمعين وكالعادة كاليوم إثنين حضرة معنا الكوتش مونة صبحي مدربة معتمدة في تطوير ذاتي مرحبا بيك كوتش مونة أهلا سوكينا شخبارك لبسائيك اللهم لك الحمد الحمد بي لابدينك أشمو ريحت رمضان بديتك أسول في شي شوش بديتك أسول دي شي شوية يرقق لك يشي بريوات كينشي قطايف ويلو هاتش دي الماكلة أنا مكن الماكلة في رمضان مكن وجد لها التحر سيد المرضان روح داخل مش استعداد بالأكل وشوية شوية كو شوية كبتاني وما تسديش في وجهنا كوتش مونة يا الله لا ندرش يتسلو شوية كو شوية كو شية كو شية كو وانتمنوا ان شاء الله انو يدخل علينا وعلى جميع المسلمين وجميع المسلمين ومسلمين بصحة والسلام ونا فيها يا رب يجعلوا شهر المغفرة والتواب لنا جميعا اللهم أمين كون شمونا هات الأسبوع عندويو على واحد نقطة مهم مهم جدا في تطوير داتي اللي هي الرضا طب خير معك واحد المسلم يسرك يقول لك عين منعف عين البشر ما يملها إلا التراب وليش عجب حالها كده حتش اللجام اللجام كتبوهش الثقلية أنا كنفضل للفصحة أو للدريجة ديال مهم علي يا سيحان هاد المسألة أو هاد المبدأ هادا ربما احنا كبشر كنعيشوه في حياتنا بلا ما نحسوه عندك دار كتبغي فيلا عندك بيت كتبغي دار عندك طموبيل كتبغي وحده حسن منها عندك دبليج كتبغي مضمه عندك واحد المستوى ثقافي كتبغي تقرى كتر ولكن بصراحة في بعض الأحيان اللي تكون محمود هاد عدم الريضة على النفس مثلا بغي نقرأ مثلا بغي نطور راسي مثلا بغي ندير شي أشياء في حياتي ولكن في بعض الأحيان كيكون مدموم إنسان كيبقى في واحد السخط دائم ديما أنا ما عندي يظهر أنا ما عندي يخسمي وانا تحجم ممسك دارية في هاد دنيا أنا وما كشوفوش وبصراحة دي ما أشياء اللي كقدر نقوله واحد سحنا أنا براسي بالاختراس كيقول اه ناو 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 قنقر على راسي غراسي ولكن كنت عاودي تقلسي معاس كتقولي سبحان الله عندي الدين كنحركهم عندي علي كشوف بيهم عندي رجلين كنحرك بيهم ما عندي شي مشكل صحي مثلا اللي كيستدعي واحد العلاج معينة واحد وأدوية معينة ربما لكينا عاود نقول ب Aboriginal نحنا ومرحية الجراحية فتتربى. انت مع رأسك. انت تشوف ناس اخرين اللي يقول لك انا ما بغيت والو في الدنيا بغيت غدوة. انا ما بغيت والو في الدنيا بغيت تغين دير واحد للعملية الجراحية. انا ما بغيت والو في الدنيا بغيت انا غين عتقولي داتي. شي اشياء اللي كتبيين بانه الى كنا عديمي الرضة. ربما احنا غير اسوية. انا بصراحة من نفسي نترك نفسي. فبعد الاحين كنكون عديمة الرضة للأسف. ولكن من بعد ذاو ثانية كن عاون ندم. كنسمنا ربي اسمح ليها لانه فبعد الاحيان ربما هذا كعدم الرضة. انك يقدر يدوس بضائقة معينة نفسية او الشبعية او بمجلية كجميع الناس. ولكن كنساوي بالربيع اعطينا بزاة الحويج. اعطينا مليارات ومليار ديرات كنمشوا بها وكرجوا بها وإلى غير ذلك. سوف يسجدنا الحمد لله لكلوا توم. سوف يسجدنا الحمد لله لكلوا توم معدوش فيهم مشكل. روحة تطروا ومكيحشبها كل نهار ما. وبدون ألم وبدون مشاكل. لانا واحد اخر لا بغي يشربه المخس ويشربه بالعبار. هذا مكين. فسوكينة هنا اعطي تجوش دي الاشياء غيباش نوضحوا الفرق بيناتهم. وتقديم رائع جدا كمال عادة سبارك الله عليك. فالمسألة ديال الرضة. هدرتي على الطموح. الانسان عنده دار بغا فيلا. الابناد مثلا نواصل الباك ولا قلم الباك ولا هادي بغي كتر. او عنده واحد تجارة صغيرة بغي يطورها. او عنده شي حاجة قليلة بغي كتر منها. او عنده شي حاجة كين الطموح والريضة ما كيتعارضوش. غي هوي لكن الطموح بدون ريضة كيكون مدمر. كيكون صعيب. ماشي صعيب مدمر. ليش. لانا مثلا انا عندي قراءة الما صغيرة وانتحدة يقبلت قراءة الما. الحمد والله ايام. الله مالك الحمد يا رب. يجي يلقي هوبش. يجني. خسني بعدا نفرح بهذا القراءة هاد المالي عندي. اه يمكن هاد القراءة ما اعتقدني غادش. ماتلا نفرضو عندي واحد ساعتين. ولكني لما حمدش الله لهذا القراءة اللي عندي وفرحت بأنني هادا تهد الاستمتاع بهذا المنقية هاد المالي عندي هنا ما هيكونش حقيقي. لان شنو كنقول ناري عد السالة. كان دير. خسي مش نشير الماء. الله وش نوصل الضربة وش ناخد الماء. وش هادا. اذا هني ما استمتعش بهذا الشيء اللي في يدي. وضيعت ذاك المتعدل الشيء اللي عندي بيدي. في ذاك الشيء اللي ما زال كان طمح لي. ذاك الشيء اللي بغيته كثر. هادي هي النقطة. فالريضة هو الاساس ديال النجاح. الريضة هو الاساس ديال الراحة. الريضة هو الاساس ديال السعادة. اي ان كانت الوضعية اللي انت فيها. ماشي فقط الي ان عندك حاجة قليلة وبغي انت اكثر ما مثلا قلت انت دار بغي فيلا ولي عنده بيت بغي دار ولي هادا. هادو طموحات مادية. اي حاجة اللي ملموسى. اي لا عرفت الاجاتني. لو لات عندي فيلا راني عارف عندي فيلا. ولكن باش توصل هديك الفيلا. ولا باش توصل لضرر. ولا باش توصل لعمل. ولا باش توصل حيات زوجية سعيدة. ولا باش توصل انك تبدل من نفسك. اه كانت نقلق مع اي ابني شراسي. او ما تتكلمش واحد لغة مزيان بغي نخدمها. او العمل اللي كانت شغلو دبا ما تيناسبني. اش انا عارف راسي عندي طاقاتي باش ندير كتر. بغي ندير هادا. مزيان الانسان يكون تيفكر حركة. علش الله. مزيان دائما نشوف. علش ما نفكرش اني يكون عندي احسن. علش ما نفكرش. ولكن شنو عندي دابا. علش ما نفكرش اني يكون عندي مشاكل عندي هادا. دائما نصفتول واحد حاجة. كنقول لي هادير واحد يلاقي هادية الخمسين شيء ايجابي عندك في حياتك. علش. لانا يلا ما كان شر ريضة. بدكش اللي عندي حاليا اي كان. ولو يكون عندي مشاكل. شامو هادك يتسمعنا دابا ويقول لك اه هذا اللي عنده. انا عندي مشكل في الخدمة وعندي مشكل في الدر وعندي مشكل هذه. وممكن تصحتي مرات طولة شي حاجة. ما لغة. ولو هاد شي قاع كامل. اللي إلى اللي جتي تفكر توكي شي اشياء عندك اللي يخصيك ترضيع عليها وشي اشياء اللي يخصيك تحمد عليها وشيء ايجابيными في حياتك. أقل لا انك قادر على التفكير. لما قادرش علي التفكير. اقل لا انك ما زل في الحياة. انك ما زل عندك فرص أخرى. اقل لا انك يمكن عندك شيء احد في العائلة اللي كي يبغيك التي يبغي. انه ما يمكن شيء انسان ما عندوش اشياء ايجابيه في حياته. إلا اللي ما بغيش يشوف الأشياء الإيجابية في حياته والإنسان اللي كعيش بدون ريدا بدون whatever الاريداي ت Здесь حيث الاريداي what's your اللي عندو الريظاي ما بين الريضة كما احنا كان خلطوا ما بين الطموح وما بين الريضة وكان حكي بلي ناشين بس انهم متنقلين وانا كش اللي بغيت نوضح هذا النار كان حاوثني كذلك اللي عنده الريضة هو التكالية لو انا رضيت بلي قسم لي الله وراكنت كان نقولها دائما وان هذا سوء تعامل مع الله عز وجل ما يكن قوله لا هاتش اللي قسم لي الله دائما مش يتكون لان هذا الشي كيتنقض مع عقول يعملو لان هذا الشي كيتنقض مع ما بين حسابه والحقاب والجزاء لانه شي كيتنقض مع ما بدا اعقلها وتوكل مع ما بدا الشورى يعني فين هو ما لزايفوق فين هو المجهود ديلك لكن كل شيء يأتيك مع البر إذاً أنا عاوثي أني لا أنا رضيت لا رضيتها كين فرق ما بين رضيتها ما بين التكالية ما بين السلبية في التعامل مع الأشياء أنا عندي مشكل في حياتي يواجه لقسم علي الله يواجه الحمد لله على كل حال هنا ما تقول الحمد لله لا تقول الحمد لله خقيقية لا تقول لها باش تدخل في دور الضحية لأن الحمد لله بالعكس نقولها بقوة الحمد لله عندي واحد حاجة زويرة وتفل القوانين الكونية القوانين للتطور الضحية يعني اللي دروا ما عندهم تعلاقة بالدين دينا ما كانش عندهم بتفل أساس أو كثير منهم ما عندهمش قواعد دينا ولكن تتكلمو على على غاتيتود على الحمد على غوكوريسانس على شكر على الاعتراف على الامتنان كقواعد أساسية وضرورية ومؤكدة من أجل النجاح في الحياة إلا ما كانش عندك غوكوريسانس ما يمكن لك شديد في حياتك إلا ما كانش عندك هذا الحمد و هذا الاعتراف بأنها عندك أشياء إيجابية وأنك تستمتع بالنجاحات الصغيرة أنا بغي أن يكون عندي القد والقد أو بغي أن يربح القد والقد وهذا نربح بعد أني مدام إستغيح 10% أو 3% أو 1% نفرح به ونحمد عليه ونكون تيقن أنني مازال هنزيد القدام في حين أننا إلا إلا بقينا مركزين غيرا نرجع للمسألة دي التكالية أنا تتكلمت عن الطموح فالتكالية تعطينا الريدة الخاطئ وهذا الفرق الريدة بالعكس طمئنان مع الطموح طمئنان مع العمل طمئنان مع الأمل مع التفاؤل مع الأشياء الجميلة اللي جاية من بعد طمئنان مع الطموح ما عندي مانديرات شي اللي تقسم لي وهذا ما أعطان له السوق وهذا النوع دي العبارات ما تسمع راسك ما تسمع راسك ما بين الحمد الحقيقي أو ما بين الريدة الحقيقي والريدة المزيف زويل المزيف والريدة المزيف حتى نحن المزيف وهذا ما بينهم حتى نحن المزيف هذا الرضا حقيقي لأنك فرحان لديك مشاكل ما كتقول ايّ عندي مشكلة ولكن لا علي القدرة باش انog اينا أنى انحلو انا مازل عايش اذا اينا qdare ان حلو انا عندي مشكلة في العمل ولكن اينا اينا انقلب العمل اخر يللقيت راسكي Wojndcı حقيقة واحده باشتزيد القدم فهذا ريده حقيقي ريده الطمأنينه اللي يمنحك ذك التاقة باشتزيد القدم للقيت راسك ميك اتقول اه واحدا يمكن الله الحمدو له على كل حال كتت تطع stepped up Moj Cadalt atl tenhoem 115 لانکت تحسبيه في الجسد ديالك تسuşبه، كاتحسب كتف كتي هبطه كتحسب الطاقة ديالك سشأت تحسب راسك عيان ما فيك مديرشي حاجة ما فيك . عرف راسك الكتكذب على راسك وانو لي سرقة حقيقي وانو هو سلبي في تعامل من النقطة التي ذكرتي كوتش مونا مهمة جداً من الإنسان أنه يحس لا، مسألة تتقل تخترتك كيف تتفق صباح وانتها ناشط فرحان نعاش بك النهار بادي بها الرئيسة كما قلت بادي مشجعي لغير ذلك كي تكون مختلفة على النهار اللي كتنوض فيه من تمام من تمام تمام يعني سبحانه من نفسيتنا كتنعكس علينا بشكل عام يعني النفسية دينا رح كتلعب بالدور الرئيسي في الصحة دينا وفي الجسد دينا وفي المحيط دينا وفي كل شيء متفقة معك مليار في المئة مش مليون في المئة مليار في المئة لأن كل شيء من طريقة دينا للنظر للإشياء وإلا بغينا نفقه بهذه الطريقة نشوف راسي آخر حاجة أعطيت لرازق بالمال الناس هاداك اللي كومبخيمة أو ذاك شنو آخرها شتش فيلم فيه القسيلة والدبيحة ومعرف شنو آخر حاجة شتش فيه وحد القناة اللي كتبين لك الناس كيموتوا وكتبين لك الحروب وكتبين لك المجاعات او آخر حاجة شتش فيه وفيسبوك وبقيت هادا شنو در هادا شنو ما در شنو او قبل ما نجيب ديت كان فكر في المشاكل والكردييات والدباز وما عرفت شنو والدخص نصباح في الخدمة إلا فكرت فيه شيء مقبل مات ناس ما توقاش هتفق بوحد الروح مريحا وتفق بريضا ويلاق الاستيام على راسك علش كنين أذكار الصباح والمساء انتا نحاول دائما الونيت كنشتغل على واحد الكتاب بالنسبة للناس اللي كتبوا كنشتغل على هاد المسألة التطوير الذاتي ما بالقواعد اللي دارت من الناس اللي يحطوا هاد هاد الطرق الجديدة ديال التكوين ديال ديال التطوير الذاتي وما بالقواعد اللي عنا في الدين ديالنا فكتلقى انه عصيرة هائل ومبين هاد الاشياء أذكر الصباح والمساء فتخيل انك منك تجي تنحس علش كيكون اغل حاجة كتقول هيش حاجة اللي كتعليك على الدنيويات كتلسقك بالروحانيات كتلاقيك بالاخرة كتلاقيك بش حاجة اللي كبر منك كتربطك بالله عز وجل كتربطك بالامل بان غدها تصبح وان غدها يكون حسن وان نادى ومين كتفق الصباح نفس شيء اول رسالة كتعطيها للعقل ديال كنت ما زال ضيخ بالنعاس هي واحد الرسالة اللي كتربطك عاو تاني بالقيام الروحانية بالقيام السامية بالقيام العليا ماشي شحال فالكريدي وشحال فالشهر وشحال خصني نديره وولا دي واش درو وهانت يبديتي سوغلها موفيزنوت هانت يبديتي وانت يمهلوك ما عندك لا طاقة الوالو هاد الاذكار ديال صباح والمساء اللي كتقول قبل ما تنعس ماشي غيهكك رامي كتقول اذا هاد شو وخا تكون تفرجتي فمو سلسل في القتيلة وخا تكون شتيشي خابر معج مكتوخة منك جيت نعس كتدير نيت وياش كتدير ذاك الغسيل كتدرب واحد المسحة ذاك الغبرة اللي تغبرتي بهذا النوع ديال الوسائل اللي كتغبرنا ويلا بقت الغبرة تزددك نولي وفي حالة صعيبة كتتمسحها وكتنعس وانت مرتاح كتنعس وانت عطل راسك وانت رسالة ايجابية ومنك تفق نفس شيء كيفاش ما بغيتش تبدال اليوم ديالك مزيئ وكيفاش ما بغيتش تكمل اليوم ديالك مزيئ نعم اكيد كوتش مونة ما كنسخوش من الحديث معك واكيد انا هو اللقاء مازا مستمر معاك غدا غنتكلموا على الرضاف علاقة اساسية اللي هي العلاقة الزوجية للأسف زاف ديال الناس ما كيعفوش كيفاش يوصلوا للرضاف هذا العلاقة اللي كتجمع بيناتهم غا تكون فرصة ايضا ما شنتكلموا على الرضاف العمل لانه الطبيعة البشرية ما كتحتملش انه تكون تحت ضغوطات كثيرة وبالتالي لما كانش واحد الرضا ميمكنش نوصله وايضا الرضا في تربيةنا مع ابناءنا وعلاقتنا مع ابناءنا اذا درداش رضا تكون مفتوحة معكم ثلاث الأسبوع غديمشوا لحظة فاصل الالاني ثم اقترح غنائي ورجعين مع الكوتش مونة صباحي مدربة موتمدة في تدور داتي وحكي لي نقص رجعنا لكم جديد مستمعين الكرام على مدغجو برنامجكم الحل بني ديك وحكي لي نقصك على صفر خمسة اتنين وعشرين ستا واربعين اتنين وسبعين خمسين اولا واحد وخمسين اولا اتنين وخمسين ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي الحل بني ديك ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاسمس كتابتكم حل تخليوا فراغ وصفتوا الرسالة دي لكم الخمسين ثمانين سمان الرسالة ستادي يلدرهام احتساب الرسوم معنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ام محمد من ارفود بغيت نستشاركم في مشكلات ولدي عمرو خمسطاشل السنة كتشفت هذه الايام بانه كيدخن كتر من عام تقريبا ما عادش ندير معاه ما عنديش القدرة المالية باش ندير عن خصيصه نفسي او مدرب لانه عنده مشاكل بزاف الدراسة غيرها في دينان الله يجازيكم بالخير وشكرا بزاف عنده مستاش لام ولقد انه كيكمي هذي كتر من سنة الاربعتاش للسنة بدك يدخن هنا يخص القدوة تقلب على شي حد مدام ان الولد عنده مشاكل فهنا يخص القدوة لانه يوخط تهضر معي إذا كانت براسك تعيش ذاك المشاكل معي ممكن انت الرسالة اللي تقدر توصلي ما تكونش مؤثرة فيه فإذا كان شي عمو شي حبيبو شي صديق ديالهم شي حد اللي هذي الولد تقدرو تشوف فيه المثال تي هذا اللي قدرت تمن انه يوجه لي الرسالة وليه يضر معه يجالب واحد طريقة اللي سليسة وليه يجالب واحد طريقة اللي كتبي اللي انه مهتم به بغي نصحه بغي له الخير دياله بلما انه له مخصك شو مدير شو مسهل علينا انه نجوا وكل شي قادر انه يدره ما تكميشو الكميان خايب ويضرك في صحتك وهذا اي حد يقدر يقول هذي الادر و هذي الادر هو براس ورا عارفة دونك لا توجه للسجائر إلا عنده واحد تيخد منها شي حاجة فإلا كانت القدوة الصالحة إلا كانش حد اللي مزيان اللي يقدر يوجه لي هذي الريسالة بوحد طريقة وحد أخرى وليه يتقرب لي ويعاونه على الحل المشاكل دياله يكون أحسن رسالة أخرى كانت تقول ما تقدرون حقوا الرضا بوحدنا؟ صدقنا يوسف شو ما تنحقوا الرضا بوحدنا؟ طبع الرضا هو مسألة داخلية بينك وبين نفسك لانه يقدر يكون عندك ونشرح حالك بالعكس يعني تقدر تكون عايش في فيلا والمدخل المداخل ديالك مزيانة بزاف وعندك عائلة وعندك عمل مزيان أو عندك شركة أو ومع تتسوق واحد السيارة فارها ومع ذلك تتسوق واحد السيارة فارها ومع ذلك ما يكون عندك الرضا مع ذلك تتحس أنك ينش حاجة لي ناقصك مع ذلك تتحس بأنه ما مرتاحش فالمسألة بالطبع الرضا هو الأساسي في الرضا هو أنه علاقة بينك وبين نفسك قبل ما تكون علاقة مع الآخرين نعم ناخدو مكلامة معنا للا فاطمة من ثونات مرحبا بيك لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبيعة الحال سدلية معك كنت شو مونة أختي سكينة لأبس عليك الله يطول لأمرك للا فاطمة لأختك شكرا شخبارك الله يكبر بيك للا الأختك ونتم كذلك للا يحشون معكم يا رب بارك الله لكم من يطول لنا عمرك للا مرحبا لأنا عندي مشكلة في حياتي وكان عانيك بيك فضل فاطمة أنا في الاستماع أنا كنسمعلك فاطمة ما المشكلة من غسالك حياتك ما كانت وفقتي في حياتي وبالذب يعني عندي كنت كنت العلاقة من قبل ويعني بحلين مختافت في حياتي ومت فتعر المساكل بالزعف والإهانات فاطمة في حال في عمرك؟ عندي 23 سنة وقلتي كنت عندك علاقة قبل وشنو بسببه وشنو بقى لك؟ يعني بقى علي اختصاب وموقيت تزنت يعني ووليت العائلة وكلها تققي حصار ووليت ووليت وحالة شو حازة مفقودة من مفقيتش كيف كنت ودعت بزباف يعني مقرايا لمستقفان لا تيش حاجة خرج جنتين من القرايا؟ خرجوني والدية مني كان صغر وليتني والدية وطب كان ديما المشاكل والكلام الخائب والكلام الجارح كنت ديما تسمع الألفات والخيبة والثاني قلت من خرج أنا برا نشوف نشوفش انه يعني باش نرتاح من الغوات والكلام الجارح وده بنتين شكدرة فاطمة؟ قلتها في الدار؟ ايه قلتها في الدار ما كان عملوه في تونات شو ما الانشطة اللي عندكم؟ ما عندكم شي جمعيات؟ بعيد اختي شوية على تونات يعني يلعنا لدينا تونات انتي في العربية؟ اه في العربية مازيان غسي 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 واخه للا هاد غسي هادي ما فيهاش جمعيات؟ ما فيهاش ما فيهاش شي تعاونية؟ شي بلاصة اللي سكولي سمشي تشتغلي فيها؟ الاو هالو اختي بريتك هيدم صحني تقولي شي حاير ما قدر نعيش وكانت حطنا بريت ايه شي كلمات يعني بغيت بغيت مستمر وذات الشيات كانت تحطم واللي عاويت نتحط ما فيه مرامة يجبت نديل حياتي يعني واحد العيشة ما نقول لك يعني شوف فاطيمة اي انسان يقدر يتعرض لشي مشاكل في حياته ويقدر يتعرض لشي تجارب اللي يعني فوق الارادة دياله ويقدره فانت انت عرضت لهذه التجاربه هادي الله يكون في العوان يعني بالطبع ربنا شي سهله وخاصة منك العائلة تقول لي سيقى الخبار وماش يكون شك يتفهم وماش يكون الشي عندو تيوعى بهذه المسائيل في حلاكة ولكن انتين مازالة صغيرة سبراك الله وسلم عندك 23 سنة اخرجتين من القرية حاولي تدري شي حاجة اين كان هذك المجال را يرق البته هتلقاي لان الناس في اماكن اللي من قاطع ما عندهم تضلمة ما تقدرش يكون عندك تليفون ماش تدري معانا كين بلايس لي ما فيهم لادو والناس داروش بزاف ديال الاشياء تقدري تشتغلي في اي حاجة شوف المنطقة ديالكم شنو كتطلب لانا الى ما اشتغلتش الى ما كانش واحد الانتاج الى ما خرجتش من الدار يعني من الروتين ديال الدار ديال نفس البرنامج بلليل وبالنهار ولا غدا وبعدو وهذا وهاد السيمنة والسيمنة الجاية را بطبعة روخة ما تكونيش تعرضتي لهاد المشكلة من قبل را من بعد تحسب حياتك مميلا تحسب انه ما كينتش حاجة اللي جديدة فالانسان مشيق بسبب المشكلة محتاجة انك تشتغلي محتاجة انك تبدلي حياتك محتاجة انك تقومي بش حاجة مهما كانت بسيطة وسولي عندكم في الواقع تكوني في دوار ولا في عروبيا ولا هذا را كينين جمعيات كينين تعاوينيات كينين بسيطة كينين بسيطة الاشياء حاول تقلب وانت ما زالت صغيرة تبارك الله وصل عن بي 23 سنة ما زالت حيات كلها قدامك اجدك الانتحار اجدك الاشياء اللي تقدري تندمي عليها هانت متانك تتحول تنتحري وما كتموتش وكعوتاني نفس الشيء إذا انتحرت الله يحفظ لدنيا ولما انتحرتك هانتك تبقى بدك العلامات وبدك الآثار وكل شيء تقول لك هيا تحاول تدير ولا ما تدير ففاطم انك تفكر دائمين في الجانب السلبية او شنو وقع لك او شنو هذا نمتوصفها جديدة كينما قتلك 23 سنة تبارك الله وصل عن بي را الحياة كلها قدامك اجدك الانتحار قلبي على عمل يعني لك انت عندي شيء حاجة ما نقول لك يا قلبي على عمل قلبي عشي حارفش تشغل وقتك مش هو الحد الموالى بدي يكون المقابل المادي كبير بززاف ولكن على الاقل شيء حاجة اللي هات نتشي فيها وتلقي بالناس وتقومي بشي شيء وتخرجي من الروتين اليومي نعم نخذ معنا المكالمة الموالية معنا للاكنزا مرحبا بك للا تفضل للاكنزا مرحبا الله يتولي عمرك بارك الله فيك انت كذلك للا وجمع الأوفياء اللهم لك الحمد الله يسول فيك الخير انا بريد نصيح انا سيدة مجوجة عندي 43 عام وعندي وليد يكمل 23 عام وقعت لي واحد اعرقة هدي اربع سنين هو؟ شو النوع الاعرقة؟ جاء شلال نسوي كانت تبتق لي واحد العرق فراثو وجاء شلال نسوي دبي تاكل التن مهم الحمد الله أرجع شوية صحة ديالو باقي شوية ولكن ما بغي دير ويله مهم ما بغي دير ويله الحياة الدب عنده هي الماكلة نعاس الليل ونهار ونهار والليل مهم كي تصارن وكي يسبح ناس عنده أصدقاء؟ هو هو شكل ديالو غامق بالساف مهم ما تتعرفي واش عنده ولا ما عنده وش واش ما انا وانا اللي قربة لي مهم ما زال انا تبقي يهدر معايا تبقي يعود لي مشاكل ويعود لي كل شيء ولكن فالشن هدر معايا اللي خاصتنا وخاصتنا بها ما كينش نايا مهم انا نبوت نعرف ووقف في القرايا؟ ووقف القرايا ووقف كل شيء مين تعرض للحديثة؟ ميني تعرض للحديثة مهم ما فكرتش انك سدي عند شيء استشاري ليهدر معايا ولا انك سقرعي الموضوع؟ اه رجزت مولالا هداولي وتنساشر معاك وانا فيك باش يمشي عندي بسيكولوج وانا بسيكاتخ رفضها تماما يقولك انا ما عندي والو انا ما غامشي جانا غامشي عندي الفلوس اه ما سديش عندي بسيكاتخ اه بسكو بسيكاتخي بسكو بسيكاتخي سالامراض العقلية ما عندهوش مراض عقلي لا بسيكولوج مهم ما بغاش مديش من مدينة كاينة؟ انا فندر البيضة فندر البيضة فندر البيضة علش ما تشوفي لوش يحد اللي ديال تطوير داتي كوتش او مدرب اهدا لانا التغمينولوجيتات تعريف ديال الشيء كيختلف من واحد اللي انا كمشو عندو لانا عنا مرض عنا مشكل وواحد كمشو عندو فقط باش ننجحو في حياتنا لانا لوك كوتش او المدرب ما كمشوش لعندو باش لانا عنا مشكل بزاف الناس كيجو حيت عنو مشاكل صاحيح ولكن نرى الاساس ديالة كوتشين هو التطوير هو باش نعيش حسن هو باش ننجح في حياتي و باش نعرف شنو ندير ماشي فقط لاني عندي مشكل يعني organised يتسيكوه Majith Yucauxca'tcon defensive ماشيكوش نفس شي grav انا خصني ما ع는지 وش نرى تم عنتي نا در اول كيمشهن احد انا ديال Lauraw fresh entreG向 queT تقدريت تنقشي معه لانا تقدريت انت لما تحسي تكوني كتصفت لي وحدة الرسالة ديال انت مريد انت عندك مشكلة دبا انا شنو المشكلة لانا ايا انت كنت ما عندنا مشكلة الحمد لله انت كنت ما عندنا مشكلة دبا انا لا رجلي ولا بنتي ولا هو وقت يقول لك انت اللي بغدلنا المشكلة انا عندي اغنكمل التسار 20 عام ما بقاش عندك الحق تقول يا فين غادي فين جاي دخل بكري دير هادي دير هادي انا جا كسبت بطنك عيش معا ما مشكل لانا ندير خديها ناسا او هو خارج مش انا خط او لا ما جزب التساري لبوت نارف هنا با見 كاين المسألة فيها جروش ديال الأشياء اولا انا لانا كنت هاد المشكل دياله مثلا هاد الحادثة اللي اتعرض لها يقدروك يقول له انه ما كانش عنده المشكل ما كنتيش تتبقي تتعقى به حلقه ما كنتيش تتبقي تسولي فيه فين دخل وفين خارج وهذا فتي قول يمكن كتأكدي له واحد الفكرة واخر ما كنهضروش على كما قلت لك رجل يكونوا رسائل اللي تنصفتها بلا ما نحسوه واخران ما نتكلمش عن شيء ما الاخر تيحس به هذي من جهة من جهة اخرى كما قال 23 سنة منحقو انه يخرج راتبارك الله وصل عن بي كبير هذا إلا كنتي كتتقي فيه حاولي انك تعطيه واحد المساحة من الحرية إلا قلت كراني خارج هذا قولي واخوة من جغفية قني مثلا انت مطمئن علي كانت تدخلتي ولا شي حاجة في حلقة كتخلي لي هو كما قلت الكورة في الملعب دياله هو يعني هو اللي تيقرر رسائف غير القلب للأم الله يكون في العوان نراك يسبقى بقالك معه فينا يمشي فينا يجيك ميت بلايك ما يدير هذي معا منتي يخرج معا منتي يدخل ولكن في نفس الوقت واخت بقى يتفكري في حلقتين هذا هانتيشتي كيبقى هو المشاكل كيتزاده هو تيرفض هذا النوع ديال السلطة المسائل غير من همل المحبة ومن الخوف عليه ومن القلب ديال الأم ديالك شي باش تطلب منه هادك كي يكون واحد له ديالك لاج ما بين الطلب ديالك وطلب دياله في حين ان الهدف هو واحد هو بغي يكون مزيان ويرتاح وانتي بغي يكون مزيان ويكون مرتاح فاعطي هاد الجانب من الحرية عطيه واحد خارج وغي يخبرني حفاق من تكون خارج ولاي لك انت تعطي الغي خبرني باش انا ننعس ونبقى مرتاح مثلا ده اول مشكل شنو عنده هو انه ده انا قلت لك الليل هو النهار والنهار هو الليل ماشي يخرج مني سنقول لي انا لطلب ستفاق مع تلاتة ولا اربعة ولا هدا خرج تيقول لك اشغل نخرج ندير انا اصحابي كلهم غي يجيو تل تل ورد تل ورد عشرة انا عاد خاصني يشوفهم عاد خاصني نخرج هذا هو المشكل الوحيد لعنا اعطيه واحد شوية للحرية على الابن ديالك محتاج هاد المساحة من الحرية محتاج كذلك انك مثلا انت مين بس تبغي توصل ليشين اصحابا غي يعملش حاجة في حياته اعطيه امثلة ما تبقاش غي لانه محددك انتين الهناية كاسمشي في ضد هو ديك شي اللي باغي انه يخرج يصار مع اصحابه انه يتلقى بيوم وما كماتلا خدامين ولا تيقراه ولا الله وعلم ما تيكملوا تليل دونك ما يقدر تلقى بيوم تليل وفي نفس الوقت كتقول لي خسك تخدمه خسك تكمل قريتك خسك تعمل خسك تدير فسير معها بعدها في الخط دياله سير معها في ذاك شي اللي هو مريحه بيلي انك انتي موافقة لي على ذاك شي اللي كيقوم بيه مثلا انك ماشي موافقة لي انك تفهميه حيات فرق ما بين الموافقة وما بين التفاهم كان فهمك ماشي معناه اني موافقة ليه لكن على الاقل كان فهمك عارف علش كتديه في حالكة باش يكون واحد الحاجة مشتركة اللي ينقدره من بعد منها نمشي يلتايلها طلبت منك شي تغير او منك تقوم بشي حاجة تقدر تعملها من غيرها تقدر تعطي امثلة ديال الناس اللي حقوا اشياء في حياتهم ولكن ماشي دابا باللاتي تتتتت تايولي واحد التواصل ما بينك وبينو تواصل ديال التفاهم ديال انك انتي متفهم ذاك شي اللي تيقوم به وانك عطيه واحد المساحة من الحرية عندك ساعت نبدي نعطي امثلة ديال شنو يقدر يدير مثلا هو باش كان كي يهتم قبل ما قبل ما يتعرض للحديثة شنو كانت يقرر شنو كان كي هذا وكيفاش يقدر عاوتين يرجع لدك الهيوية ديالوز قدري تقصرحي عليه شي ما دارس ولكن بدون ضغط ماشي ديال خسك تدير وما تضيعش وقتك وما تفعلش هادي وكتولي انتين في حد ذاتك هاد نوع ديال الاقتراحات كتولي في حد ذاتها عاملة واحد الضغط وعملة واحد التوتور بالعكس نعطي اقتراحات ولكن نبيلك انك هذا اقتراح من طرفي ولكن انا نسلي عندك القرار الاول والاخر نعم ونخدم هنا المكالمة الموالية ونتمنى اخير سيدك نزع مع الابن ديالا يعني وربما كتولي صعيب هذا يعني كوتش مونا باش الانسان يتسير مع الولاد في هذا العمر هذا ربما انك يخصنا نفهمه باللي نخلولهم مساحة من السيقل اليوم مساحة من تواصلوا لكن الخوف للوليدين كيفاش يقدروا يتغلبوا عليه هذا الشي اللي تنقل ان الفطيم ما كنجل الفطيم ديال الولاد كنفطمو لهم الرضاعة الطبيعية انا كنفطمو اتحنا نفسنا على هاد النوع من العلاقات راح نايا انا ما شيت الاخر لحظة بشيتك يكبر شوف من كتكون معا شي حد كتشوفو كل نهار ما كتعاقش بها انه سمان ولا ضعف ما هادك اللي ما شوفو الشهر هاته يشوفو تقولي سمان يتضعف هاته خرجتلك هاده يطال اللي عايش معك ما تيردلكش لبال نفس الشي كتر ما كنكونو معا ابناء ديالنا ما كنحسوش بيهم كبروا ما كنحسوش بيهم ان نخصوموا حد المساحة من الحرية ما كنحسوش بيهم ان نخصوموا حد من اجل مصلحتهم ومصلحتنا احنا يا انا نخليهم يتدربوا شوية مع الحياة ديرهم يخطؤوا يطيحوا يتكرفسوا باش انهم يزيدوا القدم كننسو انا الاطفال دينامي كيكونوا صغار كنشوفهم كي يحبوهم معنى من ديروا لهم واشطنو تتحبو في بلصو واشانهم كيبغي يوقف على رجلي كي يطيحوا يبكي ويهادا وعاوتني كتولي توقفوا وعاوتني تكيتعلم يوقف نفس الشي را محتاجين هادوك العطارات محتاجين ذاك الكبوات في الحياة باش نتعلموا منهم ماشي معناتا اننا نخلي كدير ما بغيتي عاوتني باش اي 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 انا واحد نوع من التوازن ها انا معك ها انا جوسويلة انا كين هنا يلا احتاجتيني هاني هنا بغي معاون تشاور انا هنا يلا احتاجتيني عندي قدر الامكانيات او عندي القدرات او عندي هدا باش اني نفعك بشي حاجة بالطبع هاني نفعك بها ولكن في نفس الوقت نخليك ذاك المساحة اللي انت تحس فيها براسك اللي انت تجرب فيها براسك نعم ناخدو معنا النادية من اقادير مرحبا بيك للا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته comme l'effort que vous fournissez je ترجم ile مغرب شكرا السلام عليكم mon histoire pendant deux ans j'étais fiancée avec une personne j'ai tombé amoureuse d'elle c'était ma première expérience moi j'ai beaucoup rêvé et on était sur le point de se marier à la fin de ce mois après que Dieu dit que la personne يقولون أنه ليس مستعد لكي تكون مريئًا لكي تكون مريئًا لذلك لا أستطيع أن أعطي هذا المشكل كيف أفهمك؟ 23 عام 23 عام والشخص الذي معه كيف أفهمه؟ 25 عام 25 عام هل تلاقيتكم مع بعديتكم؟ نعم نعم كيف أفهمك؟ تختمت العامين نعم وكيف أفهمك؟ وكيف أفهمك؟ وكيف أفهمك؟ نعم نعم لا أفهمك لكنني أفهمك لا أفهمك أفهمك في المغرب يجب أن أفهمك أنا كن نفعله وكيف أفهمك؟ نعم تجد أن أصدق على قرية إيتي وكيف أفهمك تجد وكيف أفهمك؟ نعم 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 هناك سأفهمك نعم نديا أفهمك نعم أفهمك كيف أشعر لك هذا القرار أنه ما زال ما مساعدش للزواج؟ طبيعي أنك يكون عندك أحاسيس طبيعي جداً لو أن عندك أحاسيس أخرى هي اللي ممكن تكون غريبة لأن إنسان تعلقتي بها عمين ديال خطبها كتب غير كتوفي في الشخص المناسب وجهة الأخرى وكتوجده للزواج وبضعة أشهر للزواج وجهة الأخرى ويقول لك أنه لا أنا ما زال ما مساعش للزواج يعني في حالي لا إعادة الأوراق وش ما زال كيبغيني وش ما كيبغيني وش هاد يغي مجرد خوف من الارتباط ولا عنده شي حدا أخر في حياته ولا ولا طبيعي أن الإنسان يحسب أنه تزعزع وأن الإنسان يتخلع وأنه ويفقد التقيقى وهذا هاتش اللي كتتهاولي لها طبيعي جداً يعني مشيش حاجة اللي كتستدعي يعني الأحاسيس ديالك طبيعية وماتش من الأخر أحاسيس ديالك طبيعية أن الإنسان يتخلع وأنه يتلاف وأنه لا يقدرش يركز في أشياء أخرى لأنك بقى يركز غيف لدي المشكلة هذا الأساسي كما قلتي لأنه بني علي حياته بني عليها أمال بني عليها أهدف ديال وقته فطبيعي جداً أعطر رأسك الوقت ومن الأحسن يكون هاد الوقت اللي تعتر رأسك التفكير ما يكون جواحد التواصل مع هاد الشخص كثير بزاف باش يكون عندك في علان الوقت باش أنك تفكر في حياتك هنا كنعودو إيه هذا الإنسان يعني التجارب ديال حياتها شنوبات كتتجينا بدك شلي بأي آخر حاجة كنا كنت وقعوها ولكن نرى شنوبات من تدو السنوات كنتك تشفو أن شي حاجات لي وقعت لنا في اللحظة ديالها محملناها شو ما بغيناها شو بكينا عليها وشخصياً أنا تعرضت الأشياء في الحيات ديالي العملية في حلكة في القرية ديالي في منشة نجرت توجيه ديالبق مي كانت تفكر هذا بو كانت تفكر هذا كلب كان يبكيت وكانت تفكر السخط اللي كان عندي واتك شي وكان شوف الحمد لله المنحة في المشات الأشياء تنقل سبحان الله بالعكس ركن خسنين فرح دك الساعات أن دك شي اللي كنت أنا بغي ما تحققش وركن لنا كانت تعرضو هاد من نعودية التجارب شي حاجة لي كتوقع لنا كتترس في الوسط ولا هادا وما كان بغيوش ما ومن بعد سنوات كان قول يا كان فيها خير كانت بالعكس ما كانش أنا نقدر ناخد هذا القرار بو حدي لأني ما كانش شايفة الأوجه كاملة ديال دك شي اللي كنت أنا في ولكن من بعد عاد كان حسن بالميزة ديالها فانتين نرجعو الأساسيات هو أن الزواج أو العلاقة العاطفية ما هي إلا محور من محاور الحياة بالطبع منك نكون شادين هاداك المحور وديرينه هو العمود الأساسي وديرينه عمود الفقري وبني الأهداف كل هذه الحياة عليه كيتعرض غير أي خلل لأي هزة بسيطة كل شي كي يطعح لأنه كيكون هو الجدع اللي هز كل شي في حين أنه إلا رجعنا الأشياء للسياق ديالواتش اللي نطلب منك أنك ولكن ما شي دبا أعطر راسك فرصة أنك تعيش هذه المشاعر أعطر راسك فرصة أنك تبكي أنك ما يعجبكش الحال أنك تقلقي طبيعي بشي دان أن الإنسان يدوز هذه المراحيل باش أنه يخوي قاعدك المشاعر السلبية اللي عنده باش يخوي قاعدك الغطب باش يخوي قاعدك الإحساس بالحاسيس اللي جاتو باش من بعد منها مني يبغي يبدأ صفحة جديدة يبدأها من صفحة جديدة من صفحة جديدة من صفحة جديدة بنسبة الحياة ديالك بصيفة عامة تبدأها على أسوس سليمة ندير الدائرة ديالي لغودو لافي نشوف شنوما المحاور ديالي لأنك ما قتلك انت جمع المحاور كاملة في محور واحد ومع نلقى عليه كل شيء فإلا تهزز كل شيء كي يتحمعه كان نرجع للمحاور ديالحياتك كان نرجع نعطيك كل محور ودخلي الانتغنات اللي بغت تعرف المحاور شنو يا لغودو لافي وشوفي كل محور وشوفي في حياتك شنو كتديري فيه وشنو قادر أنك تديري في كل محور انطلاقا من ذاتك وشوفي أطلقى من بين ذلك المحاور المحور المهني واللي في الدراسة واللي هو اللي عندك حاليا واللي المفروض أنه ما يكونش متعلق بالجانب العاطفي وأنما المتعلق بكنتين بالمستقبل ديالكنتين بالطمو موحن ديالكنتين وثلاثة وعشرين سنة فحل الأنسة اللي عطت لنا من قبل مقتبل العمر ما زل الحياة كلها القدم ما زل تجارب كلها القدم وأي داستحاج علينا وتنكر هذين من الإنسان التي لا سيدة لا الأنسات ولا 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 بنات اللي كيدوزوا بتجارب صحيبة اللي كتخذلهم في البداية ديالالعشرينات أو في البداية ديالالشباب ديالهم حسن ما أنهم يدوزواها من بعد فأي ديالصحيبة صحيبة دووزنا كتعطينا واحد المجموعة ديال الدروس إلي عرفنا نقرأ الدروس ديال باش أنا نزيدو القدم ونشيو لحدة فاصل وارجو معك طبيعة الحل كوتش مونسبحي رزالنا لكم جديد مستمعين الكرام على ميد غاديو ومازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل اللي بي نديك وحكيلي نقصك مع الكوتش مونسبحي مدربة معتمدة في تطوير الداتي أرقمنا الهاتفية مفتوحة من أجل التواصل معنا ومستمعين الكرام 05-22-46-72-50 او الا واحد وخمسين او الا اتنين وخمسين ايضا مجدكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل خليوا فارغ وصفتوا السؤال لكم الخمسين ثمانين تمانية رسالة السادية الدرامحة تساب الرسوم ايضا مجدكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية للبرنامج اللي هي الحل بين يديك ووفاء اعطيت يسع المونة خليهم مركزهم معنا في البرنامج لار ذلك غالينا قلت لنا وفاء نكن كوتش مونة داما باش لو اينا سيكونوا معنا حتى وما في هذا الاجواء اللي كزون فلونتان ناخدو معنا اللي عيند من اسفي مرحبة بك مرحبا صد ليلة الهند. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انا كنشكركم بقافة على هذا البرنامج وكنشكر الاختمون اللي ما كانت تتخلصها هنا بالنصائح القيم اللي كتعطينا. الله يطولي عمرك للهين. شكرا جزاف. ولكن اليوم انا توضرت. مرحبا. من نصائح ديركم ولكن اليوم توضرت. مرحبا الله. مرحبا الله. مرحبا. ليوم عندي ابنية وعندي ولية. الابنية هي الكبيرة هي اللي حتمها هذا بعد دبك تدخلها في المراهقة. مرحبا شكل. دبك تتهضر عليها الوليات هذه هادي. معلاش كيفاش نتعامل معها. وفي نص الوقت مو بترش تهرب عليا. مرحبا. بيتمشي معها في الخط فالخط. نصحها وتكون نصائح اللي اللي تفيدها. ماتوضرهاش وماتبعزهاش وهذا سؤال واحد والسؤال الثاني العامجي عندها دبها هي العامستيدس والعامجي غطلع الإعداري وبغن نحولها من المدرسة ونحويلها من المدرسة ونحويلها لها ولله لش ما غتبديها المدرسة؟ دبها بتنحولها للعمومي علش هذا القرار؟ القرار بتنشوف المستوى دياله وش ما نعرف لها شوية كي يزيد في النقاط المتوى دياله والمتوى دياله يكون كتر المتوى دياله يكون كتر و تكون التعويل على الاراتة أكثر هنا شوف هنا مش بالضروري لان تقدر او تاني تتلقى بناس اللي مقراوش نفس البروغرام ديالها مقراوش بنفس الطريقة ديالها يعني يقدر يكون واحد للفرق ما بين كيفش هي قرأت الحد الآن وما بين الناس اللي قرأوا في الندم العمومي يعني مثلا متان تقدت وحد فيهم وما كان شكرت تفوحد فيهم. كين وكين. كين الناس اللي في العمومي الله يعمر لهم ضر وطي قرأ وطي يديروا كتر من جهود لهم. أنا بعد ذات قرأت في العمومي حياتي كاملة اللهم ملك الحمد. كين اللي عاو تاني قرأ وما تروالو. ولا في البروغرام ولا في العمومي. لا انا ابتدأي بريفي. كوليجي وليسي عمومي. لا لا قرأتنا في البروغرام الحمد لله قرأتي كاملة. لا قرأت أنا. و cad إلى البروغرام حياتي وقت رأيت تفعيل اتحدثنا من يعول عن عمومية ول NYC. لقد قرأوا بشكل ماشي شيء لك و ودائما قرأوا هنا منا ما . المنحفر اهلا عمومي يقول قريتنا. المشكل لي An'e. المسألة كما قلت سوكينا وكما أشرت أنا ما شي متعلقة بالخاص والعام بقدر ما متعلقة بالمدرسة في حدثها. فإذا كنت تنقلي بنتك مال أفضل شو في له شي مدرسة للتعونة أن النفو ديالها أو مستوى ديالها يطلع. سوي للأباء اللي دجا أولادهم دا زبتك المدرسة شو في تلمد اللي دجا قروا فيها واحد شو يدلي فوق اللي هيخليك تعرف هذيك المدرسة كيف شديرها. ماشي بالضرورة أنك تشاوري معه شو في هي شنو بغيه أهل إذا بطلق لتناشل عمورة تتفكر عندها واحدة رائرة تتسمع مسحبتها من الأصدقاء التي تقروا معها راح عندها واحدة رائي شوف معها قول لاشنو رأيك فادي مهادي تهي باش تحس أنك القرارات ديالك اللي كتتعلق بها رتا هي كتتاخد فيها واحدة تهي معنية بهم ماشي غيك نجي نقول لها دروا ما درش في حال شي طفل صغير وردي العمولة عامين هذي منجا منجا أخرى بنسبة للمسألة ديالك قلت بلاس كتتخل في المراقبة وجو كتش تعود لك هذا الولد ومهاد الولد الأيام الأولى ليجي تعود لك أو يمكن قاع الشهور الأولى نسمع لها أها إوا وهذي نسمع لها وما يكونش تتدخل ذك الساعة تغير نسمع بعدها علاج باش تحس أن البنت ماشي أنا بدأ نخاف نجي نعود لك لأنه ليجي تقود لك لتقول الله ما مزيانش ما خايب هذي هذي ما يكونش هذي النوع ديال اله بلوكاج ما نبلوكيهاش في الول مازال صغيرة مازالة من بعد منها مثل عودت له هذي نخليه حد ثلث ي يوم ربع يام ولسي ما نقعد دوس ونوصل لها رسائل بدون ما أنني ندخل معها في الناقش نقول لها مثلا عارسيها بنتي الإنسان يدخل في سلم مراقبة نش نشلها كثيرة على سلم مراقبة تعرف التغيرات التي يحدثون لها نجيب لها هذا على الإنسان كيف شكي كبر نهضر له على المستقبل ديالها نهضر له على الزواج ولكن ينسوش أعطي الإنسان كل ما خدم شخصيته كل ما هذا كل ما اعتمد على نفسه تم يكيد زواج مثلا تتأخذ الدبلوم ديالكت هذه يعني ها أنا كنت قبل ذكش اللي كنت تقول لي هيا وما تنبلوكيه باش ما تبداش أنا تعود لها أخر أو ما تبقاش تقول لي بالمرة وديرلي قليها رأسها وفي نفس الوقت كان وجه لي هالرسائل اللي أنا بغي نوجه لها ولكن ما شيدك الساعة باش ما تديرش هالوليا ما تديرش وحضر رابطة ما تدير انا تنقل لك تقول لي لا ديري وما تديرش نعم كنت شمونا مسخينا شبيك شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي تقسمتها معنا وأكيد أننا نطلقهاها غدا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رحمه 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 رحم رحمه 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 رحم كان اخذوا فلونتان. كان شربوا قهوة معكم. وكان عاودوا نخرجوا مع ربعة. كان اخذوا واحد الفوسحة معكم. واحد ساعتين دراحة معكم. فانتمنى ان هاد الاحساس يوصلكم جميع. وانا كان حسبي بان اوصلكم لانما يكتفتحوا النقل وكن تتكلموا على اشياء اللي صعيب انكم تتكلموا فيها. مع وليداتكم مع ائلتكم. شيء جميل جدا انصلوا لهذه النتيجة. وهذا هو طموحنا في البرنامج. مستمعنا كرام في انتظار انني نودع كوتش مونا سافي بركة عليها. غد نتخلص حسابيها. وغادي نمشي ونستقبله الاستاذ سعيد النوي. استاذ جامعي بجامعة الحسن اول محمي. اصدر البيضاء مقبولنا محكمة النقد. حديثنا اليوم على التأمين. بقوا معنا ما تمشيوا فين او في انا لحظات ورجعي لكم.